بعيون جزائرية خلينا نشوف لقاء النهاردة هيكون معنا كابتن فريد المالولي طبعا قائد فريق وفاق الصيف الجزائري السابق وبالمناسبة يعني اعتقد انه لو تذكرها تمام كابتن فريد كان فيز بلقاء او بدوري ابطال افريقيا نسخة 2014 مع فريق وفاق الصيف خلينا نرحب بيك كابتن فريد مساء الخير و اهلا بيك على شاشة النادي الاهلي مساء الخير استاذ سمير كيف الحالة اهلا بيك اهلا وسهلا يعني طبعا لقاء مهم جدا بيجمع بين كل سنة وانت طيب وكل سنة والشعب الجزائري دايما طيب وبخير ان شاء الله يا رب العالمين لقاء بيجمع بين اشقاء النهاردة في يمكن اهم بطولة في كرة القدم في القرى الافريقية قبل نهائي دوري الابطال بالتأكيد كل فريق عنده الرغبة وعنده الطموح في الوصول للمباراة النهائية ازاي بتشوف فرص الفريقين وازاي بتشوف استعدادات وفاق الصيف لمواجهة الاهلي هو طبعا كبير افريقيا سواء طبعا بحكم عدد البطولات الحقاها او كونوا حامل لقب لاخر نسختين من دوري الابطال نعم الاهلي هو هارم من اهرامات الفرص الفريقية هو المتوج باخر لقبين الفريقيين باخر نسختين هو المتوج بعشر بطولات الفريقية والذي يملك في جعباته 143 لقب مباراة اليوم راح تكون بين فريقين يعرفين بعضهم البعض جيدا بالبطولة الفريقية تواجهها من قبل في العديد من المرات سنة 88 وسنة 2015 في السوفة الافريقية وفي سنة 2018 وهذه المواجهة الرابعة مع بعض أظن أنهم كتابان مفتوحان لبعضهم البعض كل فريق يعرف نقاط قوة للخصم سواء الاهلي أو وفاق الصيف نتمنى إن شاء الله أن نشوف مباراة جيدة تليق بسمعة الفريقين وبسمعة البلدين المباراة الأولى هي المباراة الأصعب بالنسبة لوفاق الصيف بما أنها تتلعب على ملعب النادي الأهلي الساد الأهلي والسلام وبين جماهير النادي الأهلي وبالتالي بالتأكيد فيه سقف للطموحات من وجهة نظرك الوفاق هيلعب على إيه في مباراة القاهرة يلعب جيد مفتوح رغبة في حسم مبكر ولا يلعب حاليا من حالات التحفز أملا في أن يخرج بتعادل سلبي أو تعادل إيجابي يساعده ويسهل من مهمته في مباراة العودة في الجزائر نعم أظن أن الوفاق رأي يلعب كامل حضوره في هذه المباراة لأنه لا يمكن أن ينتظر حتى مباراة العودة لذلك أظن أنه سيدخل زي المباراة الماضية لما دخل أمام ترجي تونسي وفاز عليه في ميدانه وفراس لذلك أظن أن الوفاق سيعمل كل ما بوسعه للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب الأهل اليوم وخاصة في غياب عمر السوري ومحمد عبد المنعم المداثى وهما زي ما تقول عمود التقريب لذلك أظن أن الوفاق اليوم سيلعب الموجهة مستريح قليلاً بالنظر إلى تركيبة الأهل التي في قربها اليوم نحن عندنا في مصر هنا ما تفريدش معنا الغيابات بنقول دايماً مقولة كده شهيرة الأهل بمن حضر طيب خلينا نروح معك نعم الأهل بمن حضر نعم 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 أنت لك كل الحق أنك تقول أن الأهل بمن حضر صحيح أو انعكاسها على مستوى الفريق في البطولات القرية يعني السنة دي لحقيقة وفاق الصيف يمكن في المسابقة الدولي الجزائري مش في أحسن أحوال وأعتقد يمكن قبل مواجهة الأهل بيحتل المركز التاسع هل بتشوف ده ممكن يكون لي تأثير بشكل من الأشكال على مستوى الفريق وعلى قوته وقدرته وعلى مواجهة أبطال الدول الأفريقية ليس بس بكلم على الأهلي حتى قبل كده طبعا نتائجه في دور المجموعات خسارته من رجاء زهابا وإيابا هل بتشوف في ربط بين المسابقات المحلية والبطولات القرية لا لا ما في ربط بين البطولات المحلية والإفريقية لذلك لا يمكننا أن نحكم على الفريقين سواء الأهلي والتساق الأهلي الآن في المركز الثالث كذلك بنقص ثلاث مباريات على بعتمى النقاط على المتقدر الجمالك الوفاق بنقص خمس مباريات وهو في المركز التاسع الوفاق خسر ذهابا وإيابا أمام الرجاء في دور المجموعات والأهلي كذلك أمام سانداوس الجنوب إفريقي لذلك لا يمكن الحكم على الفريقين في ظل المواجهات السابقة الأهلي بمن حضر والوفاق بمن حضر وإن شاء الله نرى مقابلة جيدة لقم سمعة الفريقين سواء أهلي المصري أو الوفاق الرياضي الصيفي الجزائري لذلك أظن أن مباراة اليوم ستلعب على جزميات صغيرة جدا وكل فريق يعرف نقاط قوة خصمه وكل فريق يعرف نقاط ضعفه لذلك أظن أنها ستكون مواجهة مفسوحة للفريقين خليني أخد رأيك في بعض الأخبار التي تم تدولها ولم يتم حسمها حتى اللحظة يعني حقك بالتأكيد تعرف أنه الوداد المغربي وضع بالفعل قدم في الوصول للمباراة النهائية بعد تغلبه على بيترو أتلاتكو بنتيجة 3-1 مباراة العودة منتظرينها يوم الجمعة اللي جاية كان في بعض الأخبار التي تم تدولها لم يتم حسمها وده أنا برضو بقوله الجماهير نادي الأهلي أنه لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي أو نهائي أنه مباراة نهائي أفريقيا هتتلعى في المغرب للعام الثاني على التوالي إزاي ممكن تستقبل أو تقرأ خبر زي ده كابتن فريد من المفروض أنه البلدان التي تنشط الآن دورة نصفة نهائي لا يمكن لها إتضافة النهائية وهذا حق مشروع لكامل التراق أنها لا تستطيع أو لا تقبل إتضافة أي طريق ينشط الآن في الدورة النصفة النهائي لكي ينشط النهائي وفي ملعبك وفي بلاده لذلك أظن أنه يمكن للترق أن تأخذ احترازات أو تطعم في هذا القرار من جهة الكب سوفيان خضيري أحرس مرمى الوفاق الحقيقة أنا شفته وتابعته في مواجهتين دور التمانية مواجهة الترق زهابا وعيابا الحقيقة كان ليه دور كبير جدا في حسم النتيجة لصالح وفاق السطيف هل تتوقع أن نقدر يوم بنفس الدور ده أمام الأهل المصري؟ لا سوفيان خضيري سبق له عند نعب معي ولما كنت القائد الفريق في 2014-2015 وهو كان له الفضل الكبير في تتويج بكأس ربس أبطال إبريقيا أنا ذاك في عام 2014 وكان له الفضل في الفوز بضربات الترجيح أمام الأهل المصري لما صد ضربت ترجيح لاعب الأهلي أظن أنه يستحق هذه المكانة التي وصل إليها سواء هو أو حتى محمد شناوي حتى مصر الأول لذلك أظن أنهم حارسان عملاقان سين وشطان دور نصف النهائي أتمنى لصوفيان خضيرية أن يكون في يومه لما زي ما كان أمام ترجيلي ذلك أظن وما يشعني إلا أن أقول له ربي معاك وربي عونك أخي سوفيان وله الفضل وكل الفضل في وصول وفاق إلى دور نصف النهائي كابتن فريد الملولي طبعا قائد فريق وريجم طبعا فريق وفاق الصف الجزائري السابق بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة